في مأرب كما في غيرها من المدن اليمنية لا تتوقف أسعار المنتجات والسلع الأساسية عن الارتفاع والتفاوت داخل أسواق المدينة الواحدة متجاوزة حدها المعقول لسبب التدهور المتسارع للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وهو ما نتج عنه وضع اقتصادي مزر وأوضاع معيشية غاية في الصعوبة حيث وجد محظم اليمنيين أنفسهم عاجزين عن توفير الاحتياجات الضرورية يتحمل المواطن تبعات هذا النهيار وحياته اليومية تزداد سوءا يوما بعد آخر هذا الشيء يجعل المواطن يجعل كل اهتمام المواطن بحياته والاقتصاد وحياته اليومية بلقمة عيشه كثير من المخابز لا تقوم بخبز لأن التجارة يبيعون الدقيق ومن هذا وعلى هذا فقس تبدلت أحاديث الناس في كل تجمعاتهم وأماكن تواجدهم وأصبح السؤال لا أكثر حضورا في الدهنية الجمعية لهؤلاء هو معرفة حال الريال الذي يتهاوى يوما بعد آخر حيث وصل إلى أدنى مستويته على الإطلاق تراجعت اهتمامات الناس بشأن عودة الدولة ومستجدات العمليات العسكرية والسياسية وتركزت في البحث عن الحلول والمعالجات التي تحد من تدهور العملة اليمنية في وقت بدى واضحا عجز الحكومة والتحالف عن إيجاد حلول عاجلة وسريعة فضلا عن الصمت والتجاهل الذي تواجه به الحكومة كل هذه التساؤلات المحمولة بالوجع والمعاناة بالنظر إلى قياب الدور الحقيقي للحكومة والذي عول عليه الناس في إحداث تغييرات اقتصادية وعسكرية من شأنها إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل سنوات وخلق حالة توازن بين الأسعار المشتعلة والقدرة الشرائية للناس يتضاءل الأمل لدى كثيرين في جدوى وفعلية الحامل لأمالهم وتطلعاتهم المتمثلة بالحكومة العاجزة كيف حال الريال اليمني؟ بات سؤال وتحية اليمنيين في وقت تواصل فيه الأسعار ارتفاعها من وقت إلى آخر نتيجة التدهور غير المسبوق للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية فيما تبدو الحكومة غير جادة في حلحلة ملفات كثيرة أبرزها العسكري والاقتصادي خليل الطويل قناة في القيس مأرب